يالا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية اليوم يا اخوان راح نتكلم عن الفصل 1095 من مانجا وانبيس واللي كان بعنوان عالم الموت فيه ارحم من الحياة ولك ان تتخيل يا عزيزي القرصان قد ايش عنوان الفصل هذا يحمل في طياته الكثير من المعاني التعيسة واللي تشرح الكثير عن عالم وانبيس او على الاقل عن الجانب المظلم في قصة وانبيس ما بكثر عليك كلام كالعادة هبلوا لايك للفيديو لو عجبك واشترك في القناة وفعل جرس تنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول تعال تابعني على موقع التواصل الاجتماعي والدسكورد وتويتش كل حساباتي موجودة في صندوق الوصف غير كذا خلا نروح نبحر في هذا الفصل التعيس واللي حرفيا وانا جالس اقرأه اضاك صدري اقل شي اقل كلمة كذا تجيب اضاك صدري طيب يا جماعة بداية في بداية الفصل عندنا ساترن او زحل الله يهبله مصيبة مرة ضخم مرة ضخم ضخم جدا ضخم لدرجة انه السيف اللي طعنته فيه بوني طلعه كذا كأنه ابرة nothing ولا شيء عموما هيئة تحوله الى هذا الكيان الضخم اللي مشتق من مثلوجيا يابانية قديمة ممنوع احد يشوفه اذا شفتها معناته انت رح تموت مباشرة وهذا الشي يفسر اشياء كثيرة صارت في الماضي لما كانوا يتكلموا الجنود داخل مريج وانه في جنود يختفون ممكن لانه الجنود ذول يشافوا بطريقة ما احد تحولات القيروسي واختفوا هما ما اختفوا هما افلعوا او حاجة ثانية لها علاقة بغرفة الاوهام او ايمو سامر عموما اي جندي جندي فقط في رتب معينة مسموح لهم يشوفوا هذا التحول لزحل او ساترن اذا انت مش من هذه الرتب ادميرال او نائب او الرتب المعينة دي اذا انت جندي ببساطة راح تموت وشفنا الكلام هذا في الفصل الماضي في واحد من جنود البحرية واكثر من جندي ماتوا بمجرد ما رسبا ساترن داخل الاقهد انا ما اعرف الجنود كانوا يتكلموا عن ما هذا البرق ما ادري اذا البرق هذا له علاقة بالهاكي او له علاقة بقوة معينة لفاكهة ساترن بس يبدو انه بطريقة ما ساترن كان عنده القدرة انه يخلي اللي قدامه معادي تحركون خلاص كده 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 فيه جرافيتي كده ماسكهم في الارض ولكن مش جرافيتي او جاذبية بقدر ما هو قوة معينة خاصة بالشيطان او فاكهة الشيطان اللي عنده او حاجة لها علاقة بجزء معين من الهاكي او الهاكي الملكي بدل ما يخليهم يغمى عليهم يخليهم تكين محلهم معا يتحركوا الله اعلم ولكن هذا يفسر لنا جانب من قوة القرسي المرعبة جدا اذا انت في مستوى مختلف عن مقاتلة هذا العملاق هذا الميثولوجيا او هذا الكائن الاسطوري ما رح تقدر تتحرك اصلا فما بالك انك تقاتل وصدق ابرا شانكس في اخر نقاش بينه وبينه وكان يتكلم انه ممكن بوني لما طعنت ساترن هو اللي سماح له تطعن وبرضو اودا حاب يورينا ايش بطريقة ما وبطريقة غير مباشرة قوة ساترن على اعادة العلاج او اعادة الشفاء او اللي يسموها سيلف هيلينج او العلاج الذاتي او العلاج السريع تطعن و بوم يرجع الجرح يتقفل ايزي بيزي ولكن انت تخيلوا قديش رح نواجه مشاكل مع هذه القوى في المستقبل يضربه يرجع يتعالج تطعنه يرجع يتعالج تشقه يرجع يتعالج طبعا اكيد بيكون فيه اختلاف في مستوى قوة او سرعة العلاج هذا بناء على الشخص اللي ضربه ووني طعنه بابرة يا رجل ماهو سيف ابرة وقرنتا بالحجم ذا مجرد ابرة اتعالج بسرعة لكن لو انضرب سيف قوي لو انضرب هاكي لو انضرب بسلاش كذا مغلف هنا ممكن ايش يصير التأثير مختلف والعلاج او سرعة العلاج تكون مختلفة او اقل سرعة عموما الاكيد انه ساترن بطريقة ما سوى حاجة بعيونه كذا اقلبت عيونه الكلة تجمد مكانه ما اني عارف ليش كنت حاط شوية امل شوية امل صراحة على قفزة سانجي بس لا حتى سانجي بوم اتسمر في الارض ولا حركة انا عارف الفريم هذا ربما يزعج عشاق سانجي ولكن يا جماعة احنا نتكلم عن قيروسي ما نتكلم عن واحد ثاني قيروسي قيروسي يا جماعة اكيد بيكون مرة قوي كيف تقارن كيزارو بقوة القيروسي قيروسي بيكون شي مرعب من ناحية القوة وفي جانب اخر من هذا القتال شفنا انه كيزارو منتهي تقريبا يعني طايح على الارض وفي نفس الوقت لوفي طايح على الارض يعني حتى اودا انهى القتال هذا بتعادل درو مفيش منتصر مفيش خسران حرفيا كلهم سقطوا الاثنين ما في واحد فايز وما في واحد منهم واقف على رجلين عمي لوفي لوفي كان بيعشك لوفي كان بغي نشق نصين لو لا تدخل فراينكي يعني في اللحظة الاخيرة نيجي لموضوع عشيرة كومة وسبب استعباد القيروسي او حكومة العالم لكومة بالتحديد والسبب اللي توضح الى الان انه برضو عرق كومة كان او ارتكبوا خطيئة في الماضي خلتهم عبيد او خلتهم يتم استعبادهم ويتم ملاحقتهم ومطاردتهم وهذا العرق هو باكنير او باكنير عرق جديد ليش لا هات لان عرق جديد واضح انه في اعرق كثيرة في قصة وان بيس راح تضاف مش كثيرة يعني بس قبلها شفنا عرق كينج وبرضو شفنا الان عرق اللي هما عرق باكنير او عرق كومة نيجي للموضوع الاهم واللي هو اسطورة نيكا او اسطورة الهة الشمس نيكا واللي سبق وتم تداولها ما بين العبيد لان العبد في النهاية دائما ما يبحث عن اكثر حاجة ممكن تخليه تمسك بشوية ايمان وهو الالهة نيكا الالهة نيكا عندهم في الاساطير انه كان محرر للعبيد والميثولوجيا هذه متبنيينها مين؟ متبنيينها كومة ومن قبله ابو كومة لما كان هو كومة عبيد عند التنانين السماوية والعالكومة يا جماعة في مرحلة ما بعد ما عانى وشاف قديش العبودية حاجة مرسية او قاسية في عالم وانبيس او في العالم اللي يعيش فيه اخذ على عاتقه فكرة انه لازم يصير شخص يحرر العبيد وينقذ المستضعفين ومن هنا انطلقت شرارة الثورة كومة وايفانكوف وجيني اللي غالبا هي زوجة كومة واللي خلف منها بوني هذولي تقريبا المؤسسين او احد المؤسسين للثورة او لجيش الثوار بالتحديد فكومة كان دائما يحكي بنته عن هذه الاسطورة اسطورة نيكا وانه محرر العبيد وانه يرقص الرقص حقته هذيك ويحكي لها عن صوته او صوت او الليقاع تبع الجوي بوي كومة كان جدا مغرم بالجوي بوي او نيكا لانه مؤمن جدا بانه هذا الشخص هو اللي راح يغير العالم وراح ينقذ العبيد ويحررهم في كل ارجال معمورة ولعل هذا احد الاسباب الرئيسية اللي خلت كومة في الارخبيل شابوندي يحرر او ينقذ طاقم لوفي لانه ارتأى فيهم بعض من نبوة ظهور الجوي بوي او الالهنيكا شفنا كيف حماهم كيف نقلهم الى جزر مختلفة علشان يقويهم ومع ذلك وفي النهاية ظل سنتين كاملة يحمي سفينتهم كل الاشياء هذه سواها لانه فقط مؤمن بنبوة او ظهور الجوي بوي يوما ما ولعل ملامح النبوة هذه شافها في طاقم لوفي وفي لوفي بالتحديد بوني ماسكها ساترن زي كذا وقاعد يقول وجهه الرصاص او اطلقه عليها وهي كانت تقول في كأنها يعني جالسة تحاور نفسها تقول هل سيأتي وينقذني الالهنيكا او الجوي بوي فيما معناه وكان يرد عليها الاب برضو ممكن في حوار كذا روحاني او حوار يعني كذا خيالي كان يقول لها يب بالطبع راح يجي وينقذك او راح يجي ويحذرك وهنا انتهت جزئية الحاضر في فصل اليوم وانتقلنا الى الماضي يا عمي رجعنا الى 47 سنة الى وراء وتعرفنا فيها على ابو كومة ووالدة كومة وتعرفنا فيها على كومة الصغير واذكروا كلامي يا جماعة انا ممكن كررت المعلومة هذه كثير وهدها اذا بدأت تكلم عن كومة اوعدكم بنشوف قصة جدا تعيسة وهذا اللي بالفعل حصل شوفنا اليوم قصة عيسة جدا لكومة وبدايات كومة هو والد ووالدته فكرة انك تكون عبد فكرة جدا قاسية وتعيسة فما بالك تكون انت عبد وابنك عبد وزوجتك عبده كل شخص من افراد عائلتك عبارة عن عبيت مقيدين بالسلاسل ويتم ضربهم وتعذيبهم وممارسة اشنع الاساليب او اساليب العبودية تجاههم امر جدا مؤلم فما بالك انه كومة عاش الثلاث تجارب هذه واستعبده هو صغير ابوه كمان كان مستعبد معه امه كانت مستعبدة الام قتلت ولاحق ان الاب قتل والحين كومة قاعد يحاول يتعايش مع كل الضغوطات هذه ويحاول يحقق نبوة الجوي بوي وبرضه صار جزء من الجيش الثوري ودخل في تجارب مع فيقابانك كومة شخصية يعني ما عرف كيف ممكن الواعد يوصفها غير انها شخصية يعني عندها ارث نضالي عجيب جدا ما اتوقع انه ممكن نلاقي شخصية عندها هذا الارث النضالي ابدا بالله شوف الفريم هذا شوف الفريم هذا وصورة ابو كومة معذب مقيد بالسلاسل وام كومة معذبة ومقيدة في السلاسل وكومة طفل صغير مقيد بالسلاسل ومع ذلك محافظ على ابتسامته تعرف كده الطفل الاب والام ممكن يطبطبوا عليه الامور طيبة لا تخاف لا تبكي فريم قاسي فريم صراعا يعني تشوفوا كده من النظر الاولى وتتأمل فيه تكتشف قديش فيه ابعاد جدا 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 رمية وقال لي ما الين خلاص لكن تتخيل انه كومة من طفولته هو عبد من طفولته هو عبد يضرب ويضطر انه يخدم التنانين السماوية الكلاب الكلاب السماوية والله ما يستاهلوا اسم تنانين ابدا الكلاب السماوية كان يبكي لما يبكي التنانين السماوية يقولوا له انطم لا تبكي ولا راح نقتلك حتى البكاء محرم لك ان تتخيل كمية الالم والمعاناة والنضال اللي اضطر كومة ان يعيشه من يوم هو صغير انا ما نعارف صراحة ولكن بما اننا رجعنا بالزمن الى الخلف كثيرا ما ادري بس الشخص هذا اللي في الفريم هذا بتشوفوه بيظهر لكم هنا ما ادري ليش كده عندي احساس انه دراجون بطريقة ما نعارف ما نعارف كده طريقة ظهوره في هذا الفريم بالشكل هذا تقول انه شخصية يعني مهمة وممكن اودا قاعد يلمحها لنا بطريقة غير مباشرة انه لو طالعوا في شكله شوفوا شكله شوال خيشة ما ادري ليش كده احس انه دراجون نفس الوقفة معنه يعني مش باينة تفاصيل كثيرة و اودا قاعد يرسم برجله مؤخرا بس استيل يا في عبارة ذكرت في الفصل واللي هي كانت جزء من عنوان الفصل ابو كوما كان يقول امك يا كوما ماتت بس لا تحزن الموت ارحم لها من هذا العالم اخ ليه ليه ليش ايش اللي يخلي الانسان يوصل لمرحلة يشوف انه الموت ارحم ايش اللي يخلي الانسان ما يفتقد اهله احبابه لانه متأكد انهم راحوا المكان اكثر راحة مستحيل ابدا نقدر نصف بالكلمات يا جماعة كمية المعانا اللي مر فيها كوما وابوه وكل العبيد بشكل عام اللي تحت رحمة التنينة السماوية على العموم يا اخوان التنينة السماوية الزحف الزحف يا حبيبي عندهم فعالية عندهم فعالية سنوية يصطادون مين رانب لا كلاب خنازير لا سمك لا يصطادوا بشر وين في جزيرة ماهي تابع لنا يلا مشينا يا جماعة مسابقة هناك وجوائج احد المتابعين واحنا قاعدين نتابع الفصل في تويتش قالي واجيه لو تلاحظ وقت اعلان الفعالية يلم القهر وقت اعلان الفعالية والمسابقة هذه كان في صناديق يبدو انها الجوائز ربما الصناديق هذه تحتوي على فواقع الشيطان أو تحتوي على اطفال وربما احد الصناديق هذه يكون فيه شانكس وصندوق ثاني برضو ممكن تكون فيه فاكهة لوفي فاكهة لوفي ما اعتقد انها جزء من هذه الصناديق نهائيا بحكم خطوراتها وقد ايش الحكومة مرتا خافين عليها ولكن الاكيد ان الصناديق هذه ممكن ممكن يكون فيها فعلا أطفال مبروك لك تنين سماوي فوزت في هذه المعركة جبت كمية نقاط كويسة خذ طفل هدية ربي يصير ولدك ويصير عبد أنت حر باك تتخيل معايا قديش إحنا مرة 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 مبسوطين ومتحمسين أو من فترة طويلة ننتظر أي شيء عن القود فالي على أساس أنه في معركة طاحنة في القود فالي بس قل ما نعرفه عزيزي الوجيه القود فالي ما كانت معركة بين قراصنا وبين تنين سماوية لا لا فيه مصائب أكبر صايرة هناك فيه مسابقة وفيه فعاليات فيه ملك انقطع راسه كذا زحف لأنه في واحد اسمه في قرلاند الله يقلعه في رأس الهلال ذا قال يا أبا جمع نقاط أبا خلي المنافسة تزيد ذا قطعت راسه ذحين بيخصم عليه نقاط وأتحمس وقته الأكثر عشان نجمع الله أكبر عليك يا شيخ أقسم بله يا جماعة لو شوف أحد يشبه لدي الشخصية أنا بأتأكد أن المجتمع الوان بي سي مجتمع فيه ناس معاقين معليش معليش شخصية ما فيه أي سبب يخليك تحبها وتحترمها نهائيا شخصية جزمة أنا ما أعرف كيف ممكن نربط شانكس بالصندوق اللي كان فيه بفيقرلاند الزق هذا في الفريمات فيه شبه من شانكس بس إيش اللي بيخلي شانكس يتواجد فيه صندوق إلا لو إنه كده بعد ما المعركة صارت حامية الوطيس فيقرلاند الطري خبي ولده شانكس أو ولد أخوه ولد أخته ولد خالة وأي أن كان من نفس العائلة فيه صندوق علشان المعركة وصلت إلى مرحلة مرة خطيرة وبعدين نسيه في الصندوق أو إنه اضطر يهرب وبعدين جاء روجر فكه الصندوق واكتشف إنه فيه طفل وقرر يربيه ما أدري إيش ممكن السيناريو لنتخيله بس هذا أقل أو أقرب سيناريو ممكن جاء في بالي طيب يا جماعة نجي لأهم نقطة في هذا الفصل الفصل كان ديسم ديسم مرة ديسم صراحة لدرجة أني يعني لما انتهى الفصل ما زعلت والله كثير والله معلومات مرة كثيرة أوكي يعطيك العافية يا أودا بس ما في فصل الأسبوع الجاية إنه شي سوي لك أنا يا شيخ عموما نجي للجزئية اللي هرب فيها كومة لما هرب أنت تخيل أنك عبد تهرب تحاول تهرب لحريتك يلحقوك العبيد اللي معاك اللي مسجونين معاك يقولوا لك لا تهرب لأنك لو هربت بيقتلون أحنا كلنا يقلع أمة تعاسى والوجع حتى الحرية حتى فكرة الهرب صايرة مرة فكرة غير محبة بلاء خلينا نتلطم نندعس نعذب ننكد ليل ونهار ولا نهرب عن أي حرية وعن أي استعباد نتكلم يا جماعة عموما ظهرت عندنا شخصيتين في نهاية الفصل شخصيتين مهمة جدا الثانية ما نعرفها اللي هي جيني ولكن شخصية فانكوف بتكون شخصية جدا مهمة وأكيد لها تأثير قوي جدا على المدى البعيد وبرضو بيكون لها يد وتأثير كبير في تأسيس الجيش الثوري أنا أعتقد أنه دراجل وبرضو كان عبد من عبيد التنين السماوية بطريقة ما ولما هرب كوما كان أحد الناس اللي لحقوه أو اللي حاولوا الهروب معاه هو دراجل واجتمع الأربعة هذولي إيفانكوف كوما دراجل وجيني وأسسوا الجيش الثوري هذا السيناريو اللي ممكن نستشفه من أحداث هذا الفصل اليوم والفريم هذا صراحة اللي ظهرت فيه شخصية تشبه شخصية دراجل ممكن بالفعل هي اللي خلتني أوصل إلى هذا الاستنتاج قد يكون صح قد يكون غلط طيب إذا دراجل عبد عند التنين السماوية إيش سالفة أم 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 قارب وكيف يسمح إنه ابنه يكون عبد يا سلام هل هو ابنه فعلا ولا تبناه ما حد يدري طيب إيش اللي خلّى جولدي روجر يجي يفزع مع البحرية في معركة وصخة زي كذا في القود فالي إذا كان هدف الروكس غالبا هو تحرير العبيد اللي هناك والدعس على التنين السماوية في فوضى في أشياء كثيرة صارت في القود فالي ما أعتقد إنه ممكن نطلع فيها بتحليل واستنتاج واضح جدا إذا التنين السماوية والفرسان المقدسين راحوا لجزيرة القود فالي علشان يسووا مسابقتهم يقتلون البشر اللي هناك ويدعسون عليهم يمارسوا فعاليتهم ويمشوا فالروكس وصلوا لأجل إيقاف هذه الفعالية الخايسة لأنها قلت حيا ومسخرة طيب إيش دخل غارب يطلب فزع من قولدي روجر ويخليه يهزم الروكس معاه إذا الروكس قاعدين يقوموا بالشي الصحيح فممكن صار فيه في النص أو سوء فهم ممكن الروكس بالفعل راحوا يحرروا العبيد ولكنهم تمادوا وبدوا يقتلوا وبدوا يأخذوا أكثر وأكثر واضطر غارب إنه يستعين بقولدي روجر وقال له إنه الروكس هذولي سووا اللي عليهم وزيادة بس إحنا مضطرين نوقفهم الحين علشان حكومة العالم ومسايرة خلينا بسطكم الموضوع جولدي روجر وقارب قرروا إنهم يروحوا يوقفوا الروكس لسبب ما حرروا العبيد أوكي نقطة كويسة بس بدوا يتفلتوا بزيادة وبدوا إيش يسوون أشياء تعاكس أو تخالف مبادئ والأشياء اللي يبغي يسويها قارب تجاه البحرية وخططه اللي قاعد يحاول ينفذها من داخل البحرية وكلنا عارفين أو على الأقل هذا الاستنتاج اللي وصله الكثير قارب ما يحب التنين السماوية ما يحب حكومة العالم ولذلك هو قاعد يحاول يغير البحرية من داخل البحرية وشاف إنه الروكس ممكن يخربون خطته هذه فاضطر إنه يوقفهم علشان حكومة العالم تعطيه وتمكنه داخل البحرية ويقدر ينفذ خططه على المدى البعي جايز برضو جايز ليش قولدي روجر وقف معاه قرصان يوقف ضد قراصنة الله أعلم ولكن الأكيد إنه الروكس راحوا لتحرير العبيد وبعدها بدوا يتفلتوا أكثر وأكثر وجابوا أم العيد واضطر روجر وقارب إنهم يوقفوهم بطريقة ما وغالبا يا أخوان في هذه المعركة معركة القودفالي بنشوف مواجهة ما بين اللحية البيضة وما بين فيغرلاند غارلينغ أو أين كان اسمه التبن هذا رأس الهلال لأنه لو فاكرين الحوار القديم اللي بين اللحية البيضة وبين شانكس قالوا كل ما أشوف وجهك أفتكر أو يعني يؤلمني الجرح هذا اللي في صدري لأنك تذكرني بهذاك الوقت من الوقت؟ ما غيره أبو زق للأمانة فصل مرة مرة دسم وبإمكاننا يعني لو الواحد يجلس كده يمخمخ عليه بيطلع بمعلومات مرة كبيرة من وراه وحطوا في بالكم هذه أول مرة كده أصور فيديو من دون أي كتابة سيناريو كده جالسة سولف ترى حرفيا جالسة سولف أطالع في الفريمات واستنتج منها أفكار وأجلس سولف أنيويز يا أخوان الله أعطيكم العافية إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو ومعلومة إضافية برضو جيني غالبا هي زوجة كومة وهذا اللي معظم الناس ومعظم اللي كانوا عندي في الشات اتفقوا على هذه المعلومة زوجة كومة وخلف منها بوني بس فيه رأي محايد آخر بحكم أنها كانت تاكل لحمة كده في يدها قالوا لا ممكن هذه أملوفي يا ولد ما توقع أملوفي مع أنه فيه يعني فيه فكرة مثيرة للاهتمام فيه شيء جذاب يقول لك أوكي حط احتمال بسيط أنها ممكن تكون أملوفي بس لا ممكن بس بنسبة ضئيلة ما رح ننفيها تماما بس نترك احتمال بسيط ولكن الأغلب إن كومة رح يقابلها يحبها يتزوجوا يخلفوا بوني وتبدأ رحلتهم بلا 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 إلى السيناريو اللي وصلنا له وأفتكر مرة في أحد البثوث تقريبا بثة ليونك وأتوقع ماجد العامر طرح سؤال إنه إيش سبب تمرد إيفانكوف ليش إيفانكوف صار مع جيش الثوري إيش توقع صار له ما يحتاج خلاص ما نفاكر إيش كانت إجابتي وقتها بس إني قلت لابد إنه لكل شخص سبب سواء استعبات أو سواء إنه كانت دولة من الدول اللي عادتها لحكومة العالم بلا 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 أو إنه كان داخل حكومة العالم وشاف فضائحهم ولكن الإجابة يقينا وصلتنا اليوم إيفانكوف شخصيا كان مستعبد وربما دراجون شخصيا كان مستعبد وجيني اللي هي غالبا زوجة كوما برضو كانت مستعبدة كل الجيش الثوري أصلا مبدأهم الحرية مبدأهم إسقاط حكومة العالم والمشترك أو العامل المشترك فيهم غالبا هو إنهم كانوا عبيد أو بطريقة ما شهدوا مرارة وظلم واستعباد حكومة العالم وعلى ضوءها قرروا إنهم يأسسوا الجيش الثوري هذا الكلام اللي عندي يا جماعة والمعذرة ما كانش فيه سيناريو زي ما قلت لكم شغلت الكاميرا وجلستها بدوسولف وعطيتكم عصارة أفكاري لا أعطيكم العافع إلا هنا نكون وصلنا هذا الفيديو لايك الفيديو اللي أعجبكم اشتركوا في القناة لا يمكنكم مشتركين فعل جرس تنبيهات وتعال تابعنا لموقع التواصل الاجتماعي ديسكورد وتويتش كل حساباتي راح تلقوها في صندوق الوصف كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم